اشتركوا في القناة ونكون وإياكم على هذه الطاولة طاوة الغسيل ولما توضع في هذا المكان يا عبد الله وأنت يا أمت الله لا حراك ولا كلمة ثم تجرد من ملابسك في هذا المكان سوف تتذكر كم صلاة لنت عنها في هذا المكان تتذكر كم أغنية سمعتها في هذا المكان تتذكر عقوق الوالدين في هذا المكان تتذكر غلمك للناس في هذا المكان أنت يا أمت الله تذكرين ذلك اللبس العاري في هذا المكان يا أمت الله تتذكرين تلك الذنوب والمعاصي والعلاقات المحرمة توضع في هذا المكان يا عبد الله ويؤتع بهذا الماء وتغسل ولا تستطيع أن تتحرك ولا أن تتكلم بكلمة واحدة الآن أتحدى أي شخص يتجرع عليك أو يفتح ازرار من ازرارك ما تخليه ولكن والله سوف يأتي يوم الأيام ويجردونك من ملابسك يا عبد الله أنا الآن وأنت وأنت في مهلة وفي فرصة قبل أن توضع في هذا المكان في هذا المكان كم من شخص يقول قدموني قدموني وكم من جنازة تقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها فأنا وأنت كيف يكون حالي وحالك كيف يكون المصير وكيف يكون المعال لذلك قبل أن تعصي الناس سبحانه وتعالى تذكر أنه في يوم الأيام توضع في هذا المكان ثم توضع جنازتك يا عبد الله وأنت يا عمت الله في هذه الطاولة لكي كفنونك ويضعون عليك الطيب ولكن قل لي بالله هل أنت عند خروجك من هذه الدنيا هل الملائكة تقول ما هذه الروح الطيبة في ذلك الجسد الطيب أم تقول ما هذه الروح الخبيثة في ذلك الجسد الخبيث يا عبد الله يا عبد الله يا أمت الله والله الذي لا إله إلا هو أنها حقيقة غابت عن كثير من الناس كم من الشخص لما يوضع على هذه الطاولة ويكفل يتمنى الرجوع للدنيا ماذا يقول قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لماذا يتمنى الرجوع لعلي أعمل صالحا فيما تركت يريد عمل صالح يريد تسبيحه حتى أن اسمك يروح اسمك زيت اسمك عبيت يروح اسمك ثم تنادى بيئة الجنازة هاتوا الجنازة غسلوا الجنازة تفلوا الجنازة صلوا على الجنازة ثم يصلون عليك صلاة لا ركوع فيها ولا سجود لذلك لابد أن نتأمل وتأمل معي يا عبد الله وأنت يا أمت الله قبل أن تلبس هذا الكفن معك فرصة سوف يأتي يوم الأيام وتلبس هذا الكفن وأنت يا أمت الله والله الذي لا إله إلا هو عند الموت ترى هذا الكفن مع الملائكة أما أن يكون من أكثان الجنة أو من أكثان النار وتأمل يا عبد الله حقيقة هذه الدنيا والله لن تخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن وهذا القطن يوضع في أذنيك يا عبد الله أتى زين العابدين في يوم الأيام إلى المقبرة وتأمل في أحوال أهل القبور ثم أنشد هذه الأبيات تأمل معي هذه الأبيات وأنت ترى هذا الكفن ترى هذا القطن يا عبد الله وأنت يا أمت تأمل قال تقاسم الأهل مالي بعد منصره وصار وزري على ظهري فأسقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي حلا لهم بلا ثمني فلا تغر أنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها هالراح منها بغير القطن والكفني وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها هالراح منها بغير القطن والكفني خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا عبد الله لن نخرج من الدنيا إلا بهذا الكفل وهذا القطر يوضع في أذنك ولكن يكون معك عملك الصالح قال صلى الله عليه وسلم يتبع البيت ثلاثة أهله وماله وعمله يرجع الأهل ويرجع المال ولا يبقى معك إلا العمل يا عبد الله فما هو عملك ما هو عملك يا عبد الله ثم تحمل أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله على هذا النعش لما توضع على هذا النعش تقول الجنازة وتتكلم الجنازة أما أن تقول قدموني قدموني وأما أن تقول يا ويلها أين تذهبون بها فكيف يكون عالي وعالي أخي الكريم أخي الكريمة كم حملنا من الناس والله سوف يأتي يوم الأيام ونحمل كم غسلنا من الناس سوف يأتي يوم الأيام ونغسل كم بكين على الناس والله سوف يأتي يوم الأيام ويبكى علينا وأنا أذكرك يا عبد الله قبل أن تلبس هذا البشت ما أظل تلبسه في يوم زواجك وفي يوم زفافك بل والله سوف يأتي يوم الأيام وتلبس هذا البشت في يوم خروجك من هذه الدنيا أنا وأنت معنا فرصة يا ترك الصلوات يا من أقيت والديك يا من تأكل الربع أبعاث المضاعفة يا من تسمع الأغاني يا من تزني يا من تفعل اللواط والله أحدرك معك فرصة الآن تستطيع أن تتوب تستطيع أن تستنفر الله سبحانه وتعالى قبل أن تلبس هذا فإذا لبست هذا فمعد في ندم الله لو تبكي دم والله ينتب فأكتوبتك فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله